سهلا خير وأهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعي ومشاهدي برنامج السادسة تحية لكم في بداية راون جديدة للسادسة نتمنى إن شاء الله أنه يعني يقابل توقعاتكم طموحاتكم حبنا عشقنا تشجيعنا للنادي الأهلي باقي كما هو لكن هنحاول نقدم لكم شكل ومضمون مختلف وجديد نتمنى إن شاء الله أنه في خلال الأيام اللي جاية يلقى قبول جماهير نادي الأهلي مبروك طبعا فوز مبارح فوز مهم جدا مش مهم عشان هو السبيل أو الطريق للعبور لدور المجموعات بقدم هو كان مهم جدا لتحقيق مكاسب كتيرة جدا أعتقد إن الأهلي ومستر مارسل كولر مبارح خرج بيها من مطش سان جورج الربعية كانت كافية طبعا بكل تأكيد لكن الأهم من الأربع أهداف رائعين اللي سجلهم أو أحرزهم نادي الأهلي مبارح هي المكاسب اللي تلع بيها الفريق أولها الحقيقة إثبات وجود لكتير من اللاعبين اللي كانوا يستحقوا التواجد بشكل أساسي اللي كانوا يستحقوا فرصة وأعتقد إن الأنحية كلهم مبارح ظهروا بشكل كويس جدا سواء بنتكلم على محمد ضاوي كريستو بنتكلم على كريمة دبيس بنتكلم على كوكا المباراة بعد المباراة بيتطور أكتر بأكتر بنتكلم على العائدين وبقوة مبارح مجد يافشة بشوف إنه يمكن يكون أهم مكاسب مباراة سان جورج تسجيل كهرباء لهدفين وعودته لهذه الشباك مرة تانية واحدة من المكاسب وأنا عندي كلام كتير على كهرباء النهاردة بسبب طبعاً كلام اللي حصل على السوشيال ميديا مهم جداً ناخد دايماً في اعتبارنا حجم الضغط اللي بتعرض ليه لعبة نادي الأهل قبل ما بطلع مع حضراتكم أو قابلكم على الهاوى بدقائية كنت بتفرج على الأقاطات أو يعني الأجزاء من مباراة وولفر هامتن مع المان سيتي يعني في الوقت دا كان الولفز متقدمين على السيتي بنتيجة واحد سفر وهنا كنا بنتكلم على حجم الضغوط اللي بيتعرض لها أي فريق متعود على إنه ينفس على كل الألقاب والبطولات زي ما بتكلم على السيتي زي ما بتكلم على الأهل كان الله في عون لعبين واحد بيلعبه موسم طويل جداً المنافسة داخل الفريق في كل مركز كبيرة جداً حجم الضغط من الجماهير فوق الطبيعي وحجم المنافسة كمان خد بالك أنت بتلعب مع كل فريق بيقدم أقصى ما عنده مهما كان ترتيبه في الجدول أو مهما كان وضعه في أي مسابقة أو مهما كانت إمكانياته أو مهما كانت تصنيفه هو يعلم تمام العلم أنه بيواجه النادي الأهلي فيها بالنسباله ممكن تكون أهم مباراة في الموسم اللي من وجهة نظرك أنت كجمهور وفي بعض الأوقات اللعيبة وحتى الجهاز الفني ممكن تكون مباراة في المتناول أو مباراة سهلة بالتالي حجم الضغوط وده جزء كبير جداً من نجاح أي لعب الإمكانيات في الملعب مهمة قدراته الفدنية قدراته البدنية كل ده شيء مهم جداً وقدراته النفسية والزهنية والعصبية شيء أيضاً في منتقى الأهمية وخصوصاً مع هذا الكمل كبير جداً من الضغوط وده لي يفسر لك في فترة من فترات أنه لعيبها بأعلى كوالتي جت ولعبت فقندية كبيرة جداً زي النادي الأهلي وتجربتها ما كانتش على نفس المستوى من النجاح عندنا كلام كتير جداً نقوله النهاردة وهقدم لكم في حلقة النهاردة جوهرة برازيلية الناس اللي بتصق في رؤيتي أو الناس اللي بتصق في تقييم اللاعبين النهاردة هقدم لكم لعب يمكن تكونوا ما سمعتش عنه ما سمعتوش عنه قبل كده لكنه أنا بشوفه في خلال سنة أو سنتين هيبقوا من أهم نجوم الكرة في العالم وفي أوروبا قبل ما نروح لأخبارنا دي الأهلي ونتطمن على تحضيراتنا إن شاء الله المباراة أمبي ونسأل ونتطمن على ريدا سليم إمكانية جهزيته هل هيلحق المباراة ولا لا ونشوف تمرينة النادي الأهلي خلينا نروح لفاصل سريع نرجع بعده نبدأ حلقاتنا من بداية الموسم ويمكن كمان من قبل ما الموسم بيبدأ كنا بنتكلم مع حضراتكم قد إيه الموسم ده صعب وممكن يكون شبه مستحيل بالذات الأندية اللي بتشارك في بطولات قرية أو الأندية اللي بتشارك في بطولات قرية وعالمية زي ما هو الحال بالنسبة النادي الأهلي كلمنا على إنه عندك بطولة مستحداثة هي بطولة المعروفة جامع هيرين بالسوبر ليج واللي هي أفريكن ليج أو الأفرو ليج عندك طبعا بطولة السوبر المصري بشكلها الجديد اللي هيشارك فيها أربع فرق ودي هنتكلم عليها نعرضه بتفاصيلها لأنه يبدو إنه في بوادر كده أزمة هنتكلم فيها بالتفصيل بس مش ده وقته عندك طبعا مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم وعندك الشامبيونز ليج بالإضافة للتباطات الدولية لمنتخب مصر سواء مشواره في تصفيات كاس العالم أو مشواره في بطولة أمم إفريقيا اللي نتمنى إنه يروح لبعيد ويصل للمباراة النهائية إذا كنت بتتكلم على إنه الموسم ده صعب أو شبه مستحيل فخليني أقولك إنه الموسم اللي جاية هتكون أصعب وأكثر استحالة هنتم بتكلم على تطور المسابقات وتداخل الأجندات وده الأمر اللي يجب على اتحاد الأفريقي من النهاردة بل من مبارح إنه يتحرك فيه تتكلم النهاردة على إنه بطولة السوبر ليج اللي بتقام في أول نسخة لها بنظامها المصغر البطولة دي كان مفترض إنه يشارك فيها كان محدد لها عشرين فريق تم تخفيض العدد للاثناشر واستقرنا في النهاية لقلة الإمكانيات في الموسم الأول عن هما يكونوا التمانية الكبار في أفريقيا مفترض بعد كده إنه العدد ده هيزيد بطولة كاس العالم في نسختها اللي هتتلاع فيه شهر اثناشر اللي جاي إن شاء الله في المملكة العربية السعودية هتكون آخر نسخة تظهر بالشكل ده سبع فرق بس بيمثلوا فيها أبطال العالم هم اللي بيشتركوا فيها من المفترض بعد كده إنه النسخة اللي بعدها في عشرين خمسة وعشرين هيكون فيها اثنين وثلاثين فريق فإنت كل موسم بتروح لعدد مباراة أكبر بتروح لنوعية منافسات أصعب وبالتالي لازم يكون فيه تنسيق النهاردة كان فيه كلام على وأعتقد إنه فيه تأديري يعني دي وجهة ناظري على فكرة إنه سانداونز بيفكر فيه الانسحاب من بطولة السوبر ليج لأنه ده هيتعارض مع مبارياته في الدول على الرغم من إنه جدول أو مواعيد مباريات السوبر ليج تم طرحها من فترة طويلة جدا وكل الأندية المشاركة تعلم تمام العلم إنه واحدة من أهم شروط المسابقة إنه بيبقاش في أي ارتباطات محلية للفرق المشاركة ولكن في النهاية هي القصة مش قصة سانداونز من عدمه سانداونز حتى لو في يوم الأيام فعليا وده أشك إنه ممكن يكون سيناريو قريب من الواقع حتى لو فعليا قرر أنه ينسحب فبالتأكيد مش هيبقى فيه مشكلة تماما فيه إنه نادي تاني يخش زي ما حصل مع بيترو أتليتكو وتقال إنه هيتوقع عليه عقوباته من الورد جدا استبعاده من البطولة لكن في النهاية البطولة هتظل قائمة سواء شارك فيها سانداونز أو ما شاركش الأهم من ده هو إزاي بيخطط الاتحاد الأفريقي في ظل التضارب للأهل يمكن يكون أكتر نادي دفع تمنه في السنوات الأخيرة طيب أروح مع حضراتكم لأخبار الآلي والحقيقة ميستر كولر قرر أنه الفرقة تواصل تدريباتها واستعداداتها لمباراة الكاس قبل نهاية كاس مصر عندنا مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا مع أمبي إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي فيه دور قابل نهائي لكاس مصر القديم ناحية تانية مفترض أنه بيرامدز هيقابل الزمالك والكاسبان منهم بإذن الله إن شاء الله في حال تخطينا الأمبي يقابل الأهلي في كاس مصر ميستر كولر قرر أنه يكمل مع الفريق تدريبات أو استعدادات بدون راحة والنهاردة هنتبع مع حضراتكم إن شاء الله تمرينت الأهلي ومنتظر طبعا أنه أعتقد أنه مودست ممكن يكون حاضر كهرباء الحياة تقلق في مباراة مباراة وسجل هدفين صحيح أنه فيه ممكن يكون شوية ضغط زيادة على كهرباء وخدوا بالكم كهرباء قدم موسم أكتر من رائع الموسم الأخير وكان هدف في النادي الأهلي ولما احتجته الفرقة لقيته رغم أنه كان بيمر بظروف صعبة جدا جدا على أي لعب كرة كهرباء مش محتاج يثبت نفسه كهرباء مش محتاج يثبت لجمهور النادي الأهلي أنه مهاجم فوق الممتاز كهرباء محتاج شوية هدوء في الملعب يتخلص من الضغوط اللي أعتقد أنها كبيرة جدا عليه وأعتقد أن المنافسة بينه وبين مودست هنكون إحنا كجمهور أو كفريق هنكون محتاجين لاتنين يكونوا في أشد درجات تقلقهم الموسم ده لأنه الاتنين هيكونوا من الأعمدة الأساسية ومعهم صلاح محصن طبعا إن شاء الله بعد ما نتطمن عليه في هذا الموسم الصعب والاستثنائي خلينا نروح للنادي الأهلي ونروح لزميننا فاروق صلاح جاهز من داخل نادي الأهلي لمتابعة تدريب الأهلي النهاردة ونتطمن منه على أخبار فريق ونتطمن أنا شخصاهم معاكم على حالة إصابة ريدا سليم ونتطمن هل ممكن يكون جاهز للمشاركة في مباراة أم بيو لا يا فاروق مساء الخير برحب بك زميل العزيز أحمد سمير برحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان يعني بمعنويات مرتفعة جدا النادي الأهلي بيستعنف تدريباته بعد تجاوز عقبة سان جورجي في مجموع المباراتين والفوز بسبع أهداف مجموع المباراتين وصعود إلى دور المجموعات خلاص الفريق بيقفل صفحة الملف الإفريقي بالكامل ويبدأ النهاردة استعداداته لمباراة أمي في الدور قبل النهائي لكأس مصر بطولة مهمة جدا وبطولة من البطولات المطالب بيها لنادي الأهلي هذا الموسم الدفاع عن اللقب والحفاظ على لقبه في كأس مصر خلينا أقول لك زميلي أحمد أن النهاردة مستر كولر عقد محاضرة مع اللعبين طبعا شكر اللعبين على أداءهم في لقاء الأمس واللقاء الأول أمام فريق سان جورجي وطالب اللعبين خلاص بغلق الملف الإفريقي بالكامل والبدء في فتح صفحة ملف مباراة أمي مباراة مهمة جدا مباراة في تفاصيلها بأحداثها مباراة يعني مستر كولر بيأكد على هذا الأمر مباراة الكأس التجنب المفاجئات عدم النظر لبداية فريق أمي في الدوري ضرورة الفوز والصعود إلى المباراة المهية ثم بعد المحاضرة انطلق المران تعرف زميلي أحمد النهاردة كان استشفى للمجموعة اللي شاركت في اللقاء بالأمس ثم تدريب بقى مكثف اجتمل على نواحي بدنية ونواحي خططية للعبين اللي مشاركوش فيه اللقاء بالأمس أو اللي شاركوا على أجزاء متقطعة منها دي ألا المباراة وابتدى طبعا بالجزء البدني مع تيتسين اندويا مخطط أحمال النادرالي ثم الجانب الخططي والجانب الفني اللي دايما مستر كولر بيحاول يوازن ما بين المعدل الحمل التدريبي بالنسبة للعيبة اللي شاركت فيه المباراة بالأمس والعيبة اللي مشاركتش ويعمل توازن ما بين هذا الأمر طبعا إلى جانب حالة الروح المعنوية اللي شايفينها عند بعض اللاعبين يعني أمثال محمد مجد أفشا وتألوقه بالأمس النعب الكريم من دي بيس اللي أشاب به مستر كولر وأيضا محمود عبد المنعم كهربا يعني سميلي أحمد ده كهربا من بعد المباراة الأولى يعني تحس إن كهربا زعلان شوية بيضا حس التهديف لكن النهاردة الأجواء مختلفة بالنسبة لكهربا بالنسبة لكهربا الأجواء مختلفة الروح المعنوية مختلفة الهدفين فرقوا مع كهربا أعتقد الروح المعنوية اللي شايفينها عند كهربا والعناصر المهمة فرين نادلالي يبن مرضوضة إن شاء الله أمام أمبي المباراة القادمة بإذن الله طيب يمكن فاروق عرف أو عرفت إنه رضا سليم النهاردة هيخضع لكشف طبي حسب تصريحات طبعا دكتور أحمد جبال رئيس الجهاز الطبي عشان يتم تحديد موقفه من يعني أو جهزيته للمشاركة في التحضيرات والإسعادات لمطش أمبي من عدمه عارف إنه في مشكلة في الرجبة هل عندك تفاصيل أو عندك تطورات جديدة فيما يتعلق بقصة رضا سليم يعني خلينا أقولك بالتحديد يعني رضا سليم أو يعني أنت بتتكلم أيضا على صلاح محسن والكريم ندفد ويمتولي وعمر السلية يعني كليه حديث مع الدكتور أحمد جبال اللي قال لي أنا فيه فحوصات هتتم النهاردة للعبين بعد مباراة بعد التدريب اليوم طبعا منهم رضا سليم نتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة أمبي إن شاء الله تقدر تقول أيضا صلاح محسن هيتم أيضا لإجراء فحوصات اليوم طبعا وأيضا كريم ندفد لكن خليني أكد لك أن يعني كريم ندفد بالنسبة له الأمور إن شاء الله طيبة إن شاء الله يكون موجود لكن مش هكون موجود معك في مباراة أمبي ولا يعني المباراة الإسماعيلي بالنسبة لكريم ندفد كريم ندفد ومحمود متولي لكن مدى جهازيتهم إن شاء الله يكونوا جاهزين معك لمباراة سيمبا ألا تنزاني لكن الفحوصات اللي هيتم إجراءها النهاردة بخصوص رضا سليم وصلاح محسن لتحديد إن شاء الله مدى جهازيتهم إن شاء الله والتحاقهم بمباراة أمبي بإذن الله طبعا ده يكون بعض الفحوصات والبعض الفحوصات الطبية اللي هيعملها الدكتور أحمد جبل فيه بعد ما رامنا اليوم وخلينا أكد لك أيضا إن الفريق غدا هيكون راحة من التدريبات طبعا يكون فيه وقت كافي أيضا طبعا ليه فرص لحاقهم به التدريبات الأخيرة للنادل آلي سواء التدريب الأخير يوم الثنين ويوم الثلاث إن شاء الله يعني بعد الفحوصات الطبية إن شاء الله يكون رضا سليم جاهز ويكون صلاح محسن جاهزين ويكونوا موجودين مع الأهل إن شاء الله في المباراة القادمة خلينا طمينك أيضا زميل أحمد بالنسبة لأنتوني مودست اللي موجوده النهاردة بيشارك فيه التدريبات بشكل كامل طبعا كان فيه جزء بدني خلال الفترة الماضية شغال عليه مع تيتسيا اندويا النهاردة خد جزء بدني أيضا مع اللعبين وفي الوقت اللي أنا بكلمك فيه بيشارك فيه التدريب الجماعي للنادل آلي ميستر كولر بيتكلم معاه واحد من الضفات طبعا المهمة جدا اللي منتظر منها جمهور النادل آلي كتير إن شاء الله يكون واحد من اللعبة اللي موجودة فيه مباراة أمبي بإذن الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فروس صلاح دي كانت أخبار تمرينت النادي الأهلي ويمكن ده يعكس حالة لطمئنان أو يعني انت مش ألقان على الفريق مبارح الحقيقة في غياب مين يعني يبتدينا الموسم قولنا رضا سليم واحد ناس كلها بتتكلم على أن رضا صفقة وعيدة جدا ومبشرة جدا مع نادي الأهلي أنتوني مودست البروفايل اللي يمكن اللي كان نقص تركيبة الأهلي الهجومية بتتكلم على غياب الشحات غياب تاو بتتكلم على عودة أفشة ظهور كريستو كريمة دبيس غياب معلول طبعا كريمة دبيس أحباد نبيل كوكا غياب ديانج ومع ذلك الأهلي قدم كورة ما تقلش بقى شكل من الأشكال على المطشاط إن لم تكن في بعض الأوقات الحقيقة كورة الأهلي كانت ممتعة ورائعة وده يخليني أقول أنا أتمنى شخصيا طبعا قرار في الأول والأخير لكن أتمنى حتى إنه طريقة النادي الأهلي اللي يمكن إلى حد كبير في مطشاط كتير بيعتمد فيها كولر على تأمين النواحة الدفاعية باثنين ارتكاس في نص الملعب زي مثلا ماروان جامبي ديانج ممكن في بعض المطشاط زي مطش مبارح الاكتفاء بواحد بس فكرة إنك انت تلعب باثنين زي مثلا سلية وإمام أو أفشة وإمام قصة هنا ممكن تخليك كورة بتاعت الأهلي كمان في مطشاط معينة ما انتش هتواجه فيها صعوبة كتيرة النواحة الهجومية تتطور وإن كان طبعا الأهلي بنتكلم على ريكورد كبير جدا من بداية الموسم ثلاثات واربعات على كل أحوال فاصل ونكمل مع حضراتكم استاذيسها بعد الفاصل المباشرة في القصة والحكاية هنا هتكلم مع حضراتكم عن المتعة الخالصة يعني سيبك من ضغوط وتوترات المنافسة والألقاب والبطولات وتعالى نروح للناس اللي بتدور على المتعة الناس اللي مش بالضرورة تكون بتشجع فريق لكن بتستمتع بمتابعته عشان عنده الكواليتي عنده اللاعب اللي دايما يشد عنيها عنده اللاعب اللي يقدر يمتعك ويشبعك كورة النهاردة بقدم لحضراتكم جوهرة برازيلية جديدة افتكروا الاسم ده كويس جدا سافيو موريرو الشهير بسافينيو الميكس كده ما بين على مستوى الاسم روبينيو وسافيولا الأرجنتيني أن كان سبحان الله يجمع بين الاثنين من ناحية الكواليتي لكن لو عايز تتعرف أكتر على الستايل بتاعه وخليني أقولك أنه أنتني الجناح الأيمن لفريق منشستر ينايتد ويمبابي مهاجم فرنسا ومهاجم البي اش جي لو ضربتهم الاثنين مع بعض في الخلاط هيطلعوا لك سافينيو لعب الحقيقة من طراز فريد تكلم عليا بعمره 19 سنة لكن مش بس الموهبة والمتعة هي اللي شدت نظري لسافينيو اللي هسيب حضراتكم تستمتعوا بمجموعة من لقطاته لكن كمان قصة سافينيو من البدايات اللي بتأكد على واحد من أهم المعاني أو الأسس في كورة القدم النهاردة هي أنه السكاوتينج أو فكرة اكتشاف اللاعبين في سن مبكر قد إيه ممكن يكون أهم ركن من أركان قواعد الاستثمار الرياضي في عصرنا الحالي وهنا بتكلم على مدرسة كبيرة جدا اسمها CFG هتكلم مع حضراتكم عليها سافينيو اللي قدام حضراتكم ده بالمناسبة هو مهاجم جيرونا الأسباني الاسم المفجأة أو الحصان الأسود في الليجة الأسبانية سافينيو الرجل الذي يملكه أو تملكه مجموعة سيتي البرازيلي المراهق رأس حربة جيرونا في تسلق قمة الدوري الأسباني ده الوصف اللي توصف به سافينيو خدوا بالكم جيرونا في الوقت الحالي اللي بكلم حضراتكم فيه فريق ما كانش حد يسمع عنه في أسبانيا في مركز الوصفة في المركز التاني في الدوري الأسباني حسابيا ممكن جدا في حالة فوزو بالمباراة اللي جاية يكون في صدارة الدوري الأسباني متفوقا على برشلونا ريال مدريد أتليتكو مدريد وكل الأندية الإسبانية رغم أن الفريق ده تخلى قبل الموسم ما يبدأ على كاستيلانوس مهاجم وهداف الفريق وكان واحد من أبرز نجوم الفريق في الموسم الأخير إلا أنه سافينيو قادوا بتقلقوا فيه المباراة الستة أو السبعة اللي لعبهم جيرونا لغاية دلوقتي وساهم في تلت أهداف جيرونا الثمانتاشر اللي أحرزهم الفريق خلينا نشوف أهم مميزات لعب البرازيلي الدولي هو طبعا بيشارك مع منتخب الشرائب مع البرازيل طبعا هو دريبلر لا يشق له غبار دريبلر سريع جدا عنده قصة الكنترول على أعلى مستوى مهاري في الوان توان قادر يعدي من واحد واثنين وثلاثة هداف يجيد التهديف برجليه أو بقدمه الاثنين يمكن طبعا عنده اللمسة الوحدة باسير صنع ألعاب على أعلى مستوى سواء لونج باس أو شورت باس يمكن قصته الوحيدة أو مشكلته الوحيدة اللي ممكن تقول عليها نقطة ضعفة هي قصة ألعاب الهوى أو اللعب بالرأس بيلعب حاليا لجيرونا عمره 19 سنة من موليد 2004 بيلعب بقدمه اليسرى لشان كده قلت لك هو شبه في الستايل في الجارية في المهارة في السرعة شبه أوي مبابي لكن بما أنه بيلعب بقدم الشمال فده مقربه شوية كمان من أنتوني مهاجم أو جناح المان يونيتد بيلعب جناح يمين مركزه جناح يمين طوله 176 سنتي ووزنه 71 كيلو وهنا القصة الأندية اللي لعب ليها بداية يمكن طبعا ده مش موجود هنا لكن هو بدأ مشواره في برازيل في نادي اسمه أتلاتكو مينارو ومع الصراع الكبير جدا اللي موجود بين سيتي فوتبول جروب خلينا أقول لكم سريعا جدا سيتي فوتبول جروب دي بتشتغل ازاي دي طبعا جهة مالكة المجموعة اللي عندها على مستوى العالم في كل القارات تملك طبعا نادي الأشهر والأكبر هو نادي المان سيتي في إنجلترا لكنها تملك أيضا أنديت تروي في فرنسا باليرمو في إيطاليا جيرونا في أسبانيا نيويورك سيتي في الولايات المتحدة ميربورد سيتي مونباي سيتي حوالي عشر أنديا وبالمناسبة في شراكة بينها وبين نادي بوليفار البوليفي اللي كنا جبنا منه برونو سافيو الصراع على موهبة سافينيو في البرازيل مع أتلاتكو مينارو كان تحديدا ما بين السيتي أو سيتي جروب وما بين الأرسنل اللي لي وجود قوي جدا بالمناسبة في الدوري البرازيلي أو في الكرة البرازيلية في محاولة الاكتشاف النجوم في سن صغيرة وتكرار تجربة مارتينيلي على سبيل المثال لكن استطاعت السيتي جروب أنها تاخد حقوق شراء سافينيو ومن هنا تم الانتقال لتروي ثم إعارة لبي أس فيايند هوفن ثم انفجرت الموهبة مع جيرونا في الموسم الحالي ظهر في ست مباريات أحرز هدفين الأسست زادت بقت أربع أربعة أسستة أو أربعة صناعة أهداف طبعا بنتكلم على نسبة دقة في التمرير التمريرات والأرواح وأنا يمكن حسبكم تستمتعوا بمجموعة من لقطات سافينيو دلوقتي لكن القصة هنا طبعا دي طبعا إحنا بنتكلم على برازيلي دولي لعب طبعا مع بي أس فيايند هوفن لعب مع تروي تحت عشرين لعب مع منتخب برازيل تحت عشرين وحاليا هو لعب طبعا ومهاجم أو جناح في فريق جيرونا الإسباني إحنا بنتكلم طبعا على موهبة يمكن كتير من الناس تكون بتسمع اسمها لأول مرة ونتكلم على لعب يملك مقاومات يمكن حضراتكم هتستمتعوا وتشوفوا لقطات لي دلوقتي بصير على أعلى مستوى يجيد التزديد بقدمه أو التصويب على المهربة بكلتا قدمه عنده الكروسز أو دقة العرضيات حاجة كده زي اللي بنوان عليها مع ريدا سليم لو ما بنقول على ريدا إنه واحدة من أهم مميزاته مش بس إنه وان تو وان أو دريبلر أو هدف لكنه كمان كروسزاته زي الكروسزات عالي معلول كده بالمئاس ما فيش حاجة يعني عشوائية حتى اللونج باستس اللي بتيجي مش بس من العرضيات أو من الأطراف حتى اللونج باستس اللي بتيجي من عمق الملعب برضو عنده قدرة كبيرة جدا إنه يوصل زباق فيه زكاء في الملعب بيبقى ظاهر شكل كبير جدا على اللاعب يقدر يوصل زميله من أقصر طريق ممكن السهل الممتنع زي ما احنا بنقول ده طبعا غير قدراته والتهديفات عشان كيف أقول لكم سافينيو بروفايل لعب قادر جدا جدا وأعتقد إنه مع انتقاله إذا كنا نتكلم على CFG أو على مجموعة سيتي يبقى انتقاله هيكون الأعرب للمان سيتي في القريب العاجل ومع انتقاله النادي كبير ونادي بطولات هيكون سافينيو واحد من أهم الأسماء في الكرة الأوروبية بعد الفصل هنستقبل نجم كبير جدا حقيقة أنا شخصيا سعيد وبتشرف من يكون موجود معنا في السادسة يمكن لأول مرة الكابتن الكبير والنجم الكبير كابتن ربيع سين هيكون ضفنا في السادسة لكن بعد الفصل واحد يمكن من أهم الأظهرة اللي جون في تاريخ الكرة المصرية في فترة فترة التامينات دي باعتبرها واحدة من أهم الفترات توهجا على مستوى المواهب في كل مركز من مراكز الملعب تلاقي لعب مواهبة ممكن يكون عملة ندرة بحقيقة أنا يمكن لما كنت بعمل فقرة الحريف السادسة كان واحدة من الحلقات اللي قدمتها كانت عن النجم الكبير كابتن ربيع سين مهارة ولا أروع لياقة بدنية قوة قدرات انضباط تكتيك على أعلى مستوى للدرجة اللي تخليك تقول أنه لو ربيع سين بيلعب النهاردة كان يستحق يكون موجود في واحد من أهم وأكبر الأندية على مستوى العالم بيشرفني جدا وجود النجم الكبير كابتن ربيع سين معنا في حلقة النهاردة من السادسة عندي موضوعات وملفات كتيرة جدا أرجو نلوقتي سايفنا أن احنا نتكلم فيها نرحب بيه في البداية كابتن ربيع مساء الخير ومنور الدنيا كابتن ربيع ساعمزة حضرتك منور وأنا ساعد جدا معك وفي قناة النادى الأهلي طبعا وموفق دايما بالتوفيق وإلى الأمام دايما كابتن ربيع وإحنا نشوف كده لقطات ولما حايتحنا نتكلم على مشوار طبعا كبير مع الأهلي ومع منتخب مصر في لحظات بالتأكيد كانت فريقة في مشوار كابتن ربيع طبعا يعني افتتاحية مشوار الأهلي في الأفريقي كانت مع الجيل بتاعكم أول تتويج أو تالت تتويج بعد سبعة وخمسين وتسعة وخمسين وغياب طويل لمنتخب مصر بأمام أفريقيا كانت سنة ستة وتمانين معاكم هنا في القاهرة المشاركة في كاس العالم النسخة التي لا تنسى لمنتخب مصر سنة تسعين أهم اللحظات أو اللقاطات اللي مش ممكن ينساها كابتن ربيع سين هو مشوار كلهم مع ناد الأهلي طبعا ناد الأهلي يعني كيان كبير جدا أي حد يتمنى في مصر أو أي تمنى في حد شمال أفريقيا أو أفريقيا كلها إنه يلعب في ناد الأهلي بتشوف النهاردة يعني كيان كبير جدا محترم يعني حاجة عظيمة جدا نتائج تنسيق إدارات تنسيق كل حاجة روح تركيز التزام كيان بيعمل إضافة كبيرة جدا لما يكون كويس واقف لمنتخب مصر في نتائجه طبيعي جدا لما الناد الأهلي بيمشي كويس يبقى انتخب مصرية كويس لأن الناد الأهلي معظم خمسة ومعين تنمين من التشكيل بقى من ناد الأهلي فده مهم جدا فأنا أتشرف طبعا لعبت 14 موسم في الناد الأهلي كلهم بعتزي بيهم كلهم على مستوى الدوري الكاس أفريقيا حاجات كتيرة جدا نحن كل ماتش كلها بنكسبه بتشوفش الجمهور كان بيجي إحنا عالين هم حاجتين طول عمرها أجيال بتسلم أجيال الكيان احنا بنخاف على الكيان وعلى الجمهور طبعا الإدارة كانت في ظهر الجميع موجودة وبتساند وبتخطط وتنظم كل الإدارات ما شاء الله ولا قوة إلا بالله دي حقيقة فكيان كبير جدا بعتز بكل دي حتى أنا من ساعة ما اتزلت وحميد يعني أنا قعديت كلها في الناد الأهلي في الناد الأهلي قعديت كلها في الناد الأهلي ثلاث يام وروح على العبكورة وقاعد في الناد الأهلي حياتي أنا بيتي جنب النادي أهلي الشيخ زايد مبروحش يا دي الجزيرة الجزيرة تعودنا كان زمان طبعا 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 كان بقى بتعودنا يا بصراك هنيجي الصبح يهود معانا خد بالك المدربين كنا بلتنام بيتنا نريح ننام نلعب نعناق كنا نمشي لا الناد الأهلي ده فأنا كل دقيقة مش كل سنة ولا كل بطولة كل دقيقة تطفنا في الناد الأهلي أعتقد أنا بعتز بيها وشرف ليا طبعا طيب عندي كلام كتير معاك فيما يتعلق باكتشاف المواهب وانت صاحب عين حقيقة الجميع اتفق على رؤيتها وعلى حكمها عندي كلام عن مشوار الأهلي السنة دي الموسم ده بشكل عام ووقفة طبعا ما تبقى من مشواره خاصة عندنا مباراة مهمة مع أم بي يوم الأربع اللي جاي وعندي قصة الاكتشافات والمواهب والمقارنة ما بين أجيال الناد الأهلي المختلفة بس خليني أو اسمح لي أروح لفاصل ونرجع بعده نفتح موضعنا وملفاتنا مع النجم الكبير كابتر ربيا سي لو حبيت يعني أنا بيحبش تبع المقارنة لأن كل مرحلة ليها ظروفها وليها مقدماتها ومعطياتها اللي أكيد بتختلف عن المرحلة التانية وصعب جدا تقارن بين لاعب كان بيلعب في التمينات ولاعب بيلعب في الألفية الجديدة الملاعب اختلفت طرق التمرين اختلفت الإمكانيات الكورة نفسها اختلفت وبالتالي المقارنة هنا في جميع الأحوال بتبقى صعبة صعب أنك تقارن بين مارادونا وبين ميسي صعب أنك تقارن بين ديستفانو وبين بيلي يعني القصة كلها مرتبطة دايما باختلافات واختلافات لكن في النهاية تبقى المهارة واضحة للجميع وانا كنت يمكن في الفاصل بسأل كابتر ربيا انه الحقيقة انت كنت في البداية بتلعف بك شمال يعني في فترة من الفترات ما كنتش بتديتك مهاجم لأنه كم الأهداف وطريق التسجيل لأهداف تتدل انه هو عنده امكانيات هجومية كبيرة جدا اللي لفت نظري كابتر ربيا كمان قصة انه انت أدوارك الهجومية ممكن تبقى أكتر بكتير جدا من الأدوار الدفاعية ازاي كابتر ربيا ابتدى المشوار وازاي قدر يطور من نفسه ومين كمان اللي ساعدوا على ده هو حضرتك وانا اول توظيف لي انا كنت مشهور في البلد بان انا كنت مهوب ودائما بياخدوني في المشاط الصعبة الكرة الشراب والكرة في المراكز الشباب وكلام ده في البلد عندنا ففي مرة كده الراجل المدرب كان عنده بيعملوا ماتشات ودية مع ناس كبيرة فقالت على خلاص انت انت انا شايفك تلعب باكليفت من ساعتها أنا باكليفت بس كنت باكليفت ملفت ملفت فعلا بطلع وشوت واجيب هداف ومن صغري ودق حياتك ودحد ما رحت بان السوف في الدرجة الثالثة بقى وبتاعه وبرضه بيت اجيب اسجل هداف وانا عندي النزع الهجومية مش على حساب طبعا الواجب الدفاعي لان الباكة هو باكة الاول الدفاع الاول سوف مهجول لكن انا كنت في الوقت المناسب بروح عشان اجيب الجوله عشان ما اضربش ما ينفعش اعري واخد بالك مركزي لان اساسا انا لازم ادافع الاول بس انت اساسا اوقات كتير جدا بتبقى موجود في قلب منطقة الجزائر ما في الوقت المناسب دي علمهلي كابتن جوار لا ارحمة كابتن جوار اه علمهلي في حاجاتك تعلمتها واخلي بالك الشخصية الدولية لازم تفتطور ما ينفعش تبقى باكة عادي في النادى الاهلي موجود نظري الابداع والابهار وتبقى حل من الحلول الباكين في النادى الاهلي حل من الحلول طول التسعين دي مش لازم النهاردة اروح عامل كورسوار جعل لا اجيب جول انا اخلي بالك فيها هداف سجلتها في هوقات مناسبة جابلة واخد بالك في النادى دي في هوقات هداف سجلتها واخد بالك مهمة جدا جدا في الوقت المناسب كنت بطل في السوابت ده الحك او او فالله اصده من ساعتها الشوطة دي من زاوية مستحيلة الهدى انك موجود هنا ما كانت دراس حربة انا هداف انا جبت بقى جبت بالتصويب وجبت بالشمال وجبت بالدماغ كل الانواع لان انا كنت اخدارك باجي من تحت في الوقت المناسب لا اصده ان انا كنت بحاول وكان بتوفير ربنا سواع مساعدة الزمالي والمداربين لهم دول كويس وكبير جدا في حياتي في شخصيتي وانا بيتعود اتفرج واشوف الباك الدولي واشوف واشوف وانظم اموري وكمل واخد بلك استعداداتي وازاي ان انا الليقت البنيات يبعلي جدا عشان اقدر اهاجم ودافع يعني كنت داي من الحتة الشمالي اللي نجدي بحبها جدا اللي كنت باجي فيها كتير كتير فالحمد الله كله بتوفير الله سومه طبعا اجيال بتسلم اجيال وكل باكليف تجي في النادي العامل اللي عليكوحاول وكل واحد يا حقيقة فالنادي اهلي بيساعد طبعا فيش كلام النادي الاهلي كيان بيساعد الامكانيات بتساعد الملاعب بتساعد المدربين بتساعد الإدارات بتساعد كله بيساعد منظومة جمهور طبعا طبعا في نجم يعني فيش شك انه في كل مركز من الـ11 جم اسماء كبيرة جدا اساطير وازامة لكن في الباكه الشمال مين أقرب حد أو مين بتشوفه أنه ستايل إبراهيم ربيع سيني يعني عندنا عمارة جيش شوية عندنا سيد معوض عندنا جيلبرتو عندنا الله يرحمه طبعا محمد عبدالوهاب عندنا دلوقتي علي معلول أنا أسف لو نسيت اسمه طبعا بس أنا بقوله على سبيل محمد يوسف طبعا محمد يوسف طبعا محمد سعد مين تحس أنه أقرب حد لا كل واحد كل واحد في مركزه باكليفت باكليفت لستايل معين بموهبته بيفرد نفسه إنما كلهم طبعا مع أسماع كبيرة ولعيبة عظيمة مفيش كلام نادي الأهلي ما دايما بيجيبش إلا لعيبة كبيرة دي حقيقة فأدوا عليك ما لما يكون ولعيبة كبيرة جدا وكلهم مسيروا منطقة بمصر معناهم أنها لعيبة كبار لعيبة كبار طيب خلينا أخذ رأيك في قصة بقى يمكن كنت أتكلم فيها قبل أن أروح للملف الأهلي وهي قصة الموهبة اللي قلت مش بس في مصر يمكن على مستوى العالم مش عارف أنت شايفها قلت ولا شايفها ما قلتش لكن أنا لو قلت على سبيل مثال ده الحصر في الأهلي بس في جيلك انتا وحتى الأجيال اللي بعد كده حجم المواب اللي كانت موجودة في الملعب قد إيه كانت كتيرة جدا كان عنصر وفي كل فرق أو أغلب فرق مصر يعني أنا فاكر أو بسمع طبعا ما شفتش بس بسمع أنه الترسانة كان فيها عتاولة الإسماعيلي كان فيه عتاولة الزمالك طبع فيه نجوم كبيرة جدا والأهلي يا ما بص في الملعب ألاقي الخطيب ومصطفى عبده وعلى أبم أيهوب وربي ياسين وطهر أبو زيد وطبعا مش عايز يعني أبو الأعسابي طبعا كابتن زيزو كابتن عامر كابتن مختار تتكلم على مواهب كبيرة وطبعا كابتن إكرامي وكابتن سابت في حرص المرمى تتكلم على مواهبة حقيقي هي العنصر الأساسي في النجاح هل بتشوف أنه قصة المواهبة دي تراجعت لحساب التاكتك والبدني ولا المواهبة لابد أو لازم أنها تكون موجودة في الأول وفي الآخر يعني المواهبة بايش إزا زمان يعني المواهبة قلت اللعبة المواهبة بايتقول إيه لا أخذ بالك المواهبة يعني لو بسكن العالم كله أتلاقي مثلا أخذ بالك مين مع ميسي يعني يتحتر شوي مين مع دوناردو يتحتر شوي إحنا عندنا الزمان كانت المواهبة موجودة وكان كل المدرب بيعتمد على المواهب مجموعة لعيبة من المواهب بتصنع الفارق وتصنع البطولات كان الجانب الخطط يهي أليل شوي كان يهتموا بالجانب البدني والجانب المهاري المهاري اللي هو عند اللاعب المهارة أخوز حاجة ربانية دي الخطط دي كانت أليل شف دلوقت الجانب الخطط تركب واحد في الكرة المصرية الجماعية عشان هي تلتر تغطي العناصر الموجودة اللي مش مهوبة القليلة طب هي المواهب اللي قلت ولا العين اللي بتكتشف المواهب هي اللي قلت لأن عارف تكليك تجربة وعارف إنك لما كنت ماسك منتخب مصر يعني إنك لفيت مصر وكلها بتدور على العيب هل القصة قصة إن المواهبة فعلا بقت عملة ندرة ولا قصة إن طريقة يتكشف المواهب في الوقت اللي إحنا بنقشه النهاردة ما بقتش زي الأول لا إحنا عندنا مواهب في مصر انت عاش 110 مليون ماينفعش 110 مليون ماينفعش عمل نهاردة 500 لعيب في الدولة الممتاز ما هو بين قادر ما قادر إن النهاردة بشير لعيب المواهوبة زائد كون إنه لنهاردة لازم يفكر فيه الشباب انت عندك بس معلش الاحتراف والصناع النهاردة والبطولات والشغل الدولي والمكاسب المادية بقت النهاردة بتستعجي الناس إن يجيب لعب جاهز جاهز ما عنديش وقت إنما إنت لو استغلت على المواهب ولفيت عشان النهاردة تشتغل تشتغل في المواهب أنا يعني أنا جيت من منك الشباب للنادي الأهلي وعشان الإدارة الناجح عبدالبقال الله يرحمه الناجح المخلص الوافي مشوار من بني سوف لأسيود في عز الحر عشان يجيب الكرنين بتاعي لو ما كانش راح كنت هروح نادي تاني فهو بص موهبة جات في النادي الآن لأن المواهب كتيرة ولزلت المواهب بس دور واشتغل وقسس إنت عندك خلي بالك من تحت التأسيس لازم يكون عليك من ما يكون نفعش مدرب النهاردة عتزل إبارة حمسكه الولد الصغير ده محتاج حذك جدا كابتن أحمد كتير جدا لكن عندك المواهب ودي فرصة لمواهبة تلاقي ما ينفعش النهاردة 110 مليون ما ليش رأس حربة ما ينفعش ينفعش وانت بتجيب من بره الموهبين الموهبين اللعيب زي ما أعلول ده لعيب نجم وكبير ولعيب مؤثر وحاجة تفرح ماشي عاوزين وقت بالك يبقى معها واحد برضو وهكذا لكن المواهب موجودة والشغل موجود وده ممكن يعني يفرم مع المنتخبات أنا بمسك منتخب كل المحافظات بلفها عشان أقدر أعمل منتخب أنت بتعمل منتخب مش من الجيزة ولا قيرة بس كل المحافظات هو دي الصح مصري مليانة التعامل عندنا في منظومة الأجبال والناشئين شايف أنه الطريقة الأمثل ولا الطريقة دي لأنه أنا بسمعك كتير أنه فيها مش عايز أقول قصور ولكن مشاكل أو ما عندهش القدرة أنها تفرز إحنا بنعيش في الدول اللعيبة اللي كانت موجودة بس كتلاب سألوا أنت شرتات تانية هي نفس الوجوه اللي ظهر علينا نادراً لما بشوف لعيبة صغيرة بتاخد فرصة نادراً لما بشوف حتى دولة الدرجة التانية بيطلع لعيبة جديدة عايشين في ظل مجموعة محدودة من الأسماء وفين وفين لما في موهبة بتظهر تقدر تقول أنها لفتت الأنظار أو ممكن تراهن عليها بص حضرتك أنا مسكت ثلاث منتخبات أقول لك بالأسماء الثلاث منتخبات أنا طلعت فيهم وهو كده وهو ده الشغل ثلاث منتخبات فيهم نجوم وموجودين على الصحة ومكسرين الدنيا ليه عشان بلف خطبالك وبيجيب بالدرجة التانية وخطبالك ويبقى معايا وهنا وهنا بلف والموهية موهبة هي اللي بتفرس في ساعة دي حاجة الحاجة التانية الشغل في القطاعات على مستوى البراعم والناشئين والشباب لازم على أكمل يبقى أكمل عم نكون انت النهاردة الولد تخلي بالك في سن انه هو يتعلم مش في سن انه هو يخد بالك ينافسه تعليم هو التعليم من الأساس الطريقة بتعلم هاله بتعلم وظائف مركزه بتتطور شخصيته فكره بتخش على فكره شخصيته وعقله لأ انت في الأهلي لازم تركز لازم تلتزم لازم تلم بدري لازم تأكل لازم تتعلم لازم ترفع كروس كويس لازم تعمل وانتو كويس لازم تشهد كويس لازم لازم هو ده الولد الصغير يطلع لك زي الفل النبا بيطلع خلي بالك بيها بحاجات قليلة جدا قطاعات الناشئين في مصر عندنا لازم يكون أحسن وأفضل وعلى أكمل وخاصة يدار بالطرق العلمية الولد في مصر علمية هتلاقيه بفضل الله تعالى زي الفل لانه عندنا استعداده وتجايد جدا عندنا كل حاجة الموايب وعندنا لكن كل حاجة موجودة عندنا في فضل الله تعالى بس الناس الشغل صح والناس توجه صح والولد يطور من شخصيته ويسمع كلام المدرب ونختار له المدرب المناسب للسن المناسب هوا ده الخطاعات اللي عندنا في مصر صحيح شفت مطش الأهلي مبارح ازاي وخلينا يبدأ من الباك الشماية كريم الدبيس ولا صغير يمكن يتقدم للجمهور أول سيزن السنة تقييمك لمستوى كريم وإمكانيات وأنا أكيد طبعا عينك أو رؤيتك للعب ناشئ وخصوصا لما يكون في نفس مركزك بتبع مختلفة فعايز أسمع رأيك في كريم الدبيس كريم أنا خدت معي تونس كان معي هو أصغر من سنه يعني هو كان أصغر من سن المتخب أنا بتمسك 2001 كريم أصغر من كده تلاتة تلاتة تقريبا خدت معي تونس معناها أنه في المنتخب فرض نفسه وكان في دجلة فرض نفسه معناها أنه هاي العيب كويس دماغه كويسة كورته كويسة مهارته كويسة كان محتاج خبرات شوية محتاج ثقة محتاج الشغل بدني محتاج 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 كمل حاملة مجي النادي الأهلي شايفه أنه بفضل زاد طبعا في وسط المجموع في وسط التدريب في وسط الالتزام في وسط التركيز في وسط الشغل الصح في وسط الحياة الاحترافية اللي هو عيشها لعيب النادي الأهلي لعيب النادي أهلي يعيش حياة الإدارة والجهاز الفني يوفر له حياة تساعده على التألق والإبداع والإبهار فكريم أنا قلت لك كان معيك منتخب 2001 وكان 2003 فكريم لعيب كويس وبدأ كويسة مبارح وموفقة بإذن الله ويكون له أدوار إن شاء الله مع علي بإذن الله في الفترات القديمة غير الربعية مبارح إيه مكاسب الأهلي من المطشة كابتر ربيع أنت ما كسبك كتير أولا المطش المطش سهلي لكن عنا بتكلم عليه أن الشغل النهاردة أنت عندك ثلاثة والمرة يبدأوا كان كوكا وكريستو كوكا وكريم وكريستو ثلاثة وقفشة دون مكاسب زاد الراجل كولر النهاردة بيطبق حاجات كتيرة جدا فيه ثوابت بلعب عليها النهاردة تاخد بلك فيه ثوابت النهاردة فيه كورنر فيه طريقة أنا بجهزها كانت تقسيمة كويسة كسبت فيها سبعة سبعة صفر كويسين وقدمت وعملت وجهزت وديت الناس كلها ودورت وجهزت كل الناس اللي عندي عشان القادم القادم كتير للنادي الاهل مطلوب مستكور النهاردة انه يدور اللعيبة انه يجهز للقادم احنا الاهل يتعاوننا الاهل كبير طلعهم الاهل اكبر من المطشات دي احنا منتظهئة ان شاء الله في كاس العالم منتظهئة في الدوري فاللقصوده ان المطشين مهمين جدا هو الراجل طبع حاجات فيهم شاف لعيبة فيهم ادى فرصة للجميع تقلق عمل شاف شغله خطته حاجات كثيرة جدا فبداية موفقة وبداية هيلة طبعا ان شاء الله بإذن الله القادم يكون افضل وحسن نادل فرحان زي جمهور اهلي بالسبعية بس في النهاية برضو يعني يهمني جدا اقول ان السبعية دي ما تكونش خداعة لنا انه برضو مع كامل الاحترام لفريق سان جورج ما هواش المنافس اللي اقدر رئيس عليه انا دايما بقول انه لجاية اصعب بداية من مطش ان شاء الله بإذن الله ما انا قلت يا سيد احمد ان الراجل كلر استفاد بالمباراتية اي جرب فيهم لعيبة مطش ومطش ضعيف احنا كولينا طبعا نهل كبير 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 بفضل الله تعالى اخذ بالك جرب عمل شغل شاف طريقة شاف جانب هجومي شاف جانب تفاع على المصال الفردي والجماعي السوابت مبارح الاهل يكسب بعرضيات وسوابت دي اضافات كلها للقادم قبلك لكن يا لعبت النادي اللي عموما اخذت الأمور بجدية ودي حقا كويسة جدا الروح جميلة الانسجام حاجات كتيرة جدا في بات الموسم اعتقد ان المطشيط الاهل يكسب الاهل يكسب كتير جدا وان شاء الله المكسب ده هيفرم معنا في التدوير في المطشيط والبطولات الكتيرة بإذن الله مع التدعيمات اللي عملها الاهلي في موسم الانتخالات الاخير شايف ايه الفرق بين كرة الاهلي مع كولر السنادي عن الموسم الاول اوه طبعا المدارب لما بيقعد واخد بالك بيكون بقى خبرة كبيرة جدا ويعرف اللعيبة اكتر واكتر اللعيبة الاهلي كل مطشيط لي بطولة مش كل مبارا لي بطولة وفي نفس الوقت مع طموح الجمهور ومع وجود الجمهور ومع وجود الإدارة واتموحها بيتطلب الكتير جدا مع الوقت ومع التركيز ومع الشغل انا اعتقد ان الابداع بدأ ييجي وبدأ يرجع وهيرجع ويبقى موجود افضل واحسن ان الكولر السقة بقت كبيرة جدا اللعيبة بقت اكبر واخد خمس بطولات ما حصلتش من فترة كبيرة جدا ما حصلتش فده كله ده هيخلي اللعيب يبتدي بداية بفضل الله تعالى ممتعة بدأت بسبعة اهداف بدأت بانسجام بدأت بهدوء بدأت بتركيز بدأت بانسجام بدأت ان الادارة بفضهرك وبدأ عمك فاعتقد ان الكورة هتختلف لان اللعيب الكور يكون عنده استقرار يكون عنده مدرب عارفه معارف امكانيات وقدراته بيطلع افضل واحسن شاءناها مبارح شوفنا افشة افشة نجم طبعا وما نفضمتش ونجم نجم المباراة نجم بص افشة نجم بصراحة نجم نجم ده بينزل يفقرك بلعيبة زمان فاو افشة ده حاجة جميلة جدا بصراحة حتى لو لعبة شين دية بيعملك اضافة في حاجات المدرب بيطوبها منه فالقصود ان الابداع وعندك ميزات ان المدرب موجود من السنة اللي فاتت عندك في لعبة بفضل الله افشة ممكن يلعب جنب امامة كابتر ربيع ممكن يلعب ممكن امام يلعب ستة ويلعب تمانية قدام يبيقوم بالجانب الهجومي والتين يدفهم مع بعض فطبعا عندك اسماء فكل ده هيوجد الابداع لك بشكل غير عادي عندك خطبالك برسلتا وحاجات كتيرة جدا بفضل الله مكاسب هتخليك السنة دي تقدم كورة جميلة لجمهور والكاين بإذن الله مين كان بي نفسك في مكانك كاتر ربيع لا وانا ايامي كان احنا بنتكلم على باكليفت يعني لا وكان معايا انا يعني كان بلعب معايا محمد السعر الاول انا جيت لقيت كابتر فاتح ببروك وجيت لقيت متحط رمضان فاول ما جيت كلهم راحوا الجبال يبي خيرت الفاتح احتزل ومتحط تضييمين وبعد يمزق إلى المساك كان معايا بدل حامد راح الزمالك ميشي فبعد كده بقى موجود محمد سعد وموجود وكان موجود حازم خالد برضو برضو دخل في هناك في الحيحة حتى يبطل بقى محمد سعد وبعدين محمد يوسف وبعدين هم دول كانوا معايا تقريبا محمد سعد ومحمد يوسف وصامة عربي كان لوانا مرضو تحصل ظروف كان بلعب بكريفتي بعد وقت هم تقريبا تقول لنا فتكرهم كانوا موجودين معايا في مركز المنافسة بتبقى صعبة لأنه السندي لما بتكلم على فرقة الأهلي شايف كل مركز في عندي على أقل اسمين وفي بعض المركز ممكن تقول كمان تلاتة على أعلى مستوى المنافسة بتأثر جهور المرعب طبعا النادي الأهلي مطلوب له لأن انت خلي بالك حجم الماتشات كمس ماتش في السنة السنة انت بتلعب في دوري وتلعب في كاس وتلعب في صوبر وتلعب في أفرق وتلعب في كاس عملياندية ومنتخبات كمان حجم الماتشات كتير اختلف عن زمان فطبيعي جدا انت لو كنت تلعب كم ماتش في السيزن تقريبا كابت الربيع احنا كنا نلعب كل أسبوع مبرا كل أسبوع كل أسبوع لأن الدوري كان دوري وكاس بس هل كمان الدوري كان 18 نادي كان 12 يمكن او 14 واخد بالك والمنتخبات وكمان الارتباطات المنتخبات مكاش كتير والاندي فالفراخ كانت بطولة واحدة فالأصد البطولات بقت كتير بقى في صوبر وفي عربية وفي 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 حاجات كتير وكاس عالم طبعا الماتشات النهاردة كتير جدا فالماتشات محتاج الأول ومحتاج اللعيب واتنين وثلاث كل مركز هو دي الصح ولو أنت ما عندكش اللعبة وما عندكش البديل اللي بيفرم معاك لأن البديل خلي بالك لازم يبقى زي الأساسي أنت خلي بالك ممكن لقدر معلول مثلا أن يحصل لأصابة أو أو تلاقي البديل لأنك انت خلي بالك أنت تلعب على بطولات الأهلي على بطولة مش ماتش مع احترامي فالأصده وجمهور ما بيرضاش أنت بتاخد خمس بطولات وشوف لو بس خرجت للصبر لزروف عدم توفي الناز زعلت فالأهلي أهلي فالأصده لا بالعكس أنت البديل هو اللي هيوفر معاك طول ما فيه لعيب واثنين وثلاث في مركز النادي الأهلي منافسة النادي النادي حب النادي الأهلي ترابط النادي كل لعبته دايما بتفضل الكيان الأساسي أساسي والبديل في وقت المناسب هيجي دوره هي دي تدوير التدوير كان رائع السنة اللي فات التدوير من مكاسب كولر مبالأ السنة اللي فات عمل تدوير رائع فرق ما كناش بنحس كهرباء بص لقيته فجأة كان بعيد بقى نجم سوبر واثنين وثلاثة عشان ظروف المطشات الإجهاد الإصابات الإنزارات لقد أي حاجة فالنادي الأهلي هو ده اللي مطلوب وإن شاء الله كل حاجة هتبقى كويس حي الموسم ده وأفضل بتعاملت مع كم خواهجة كم مدير فني الأساسي الأول أول ما اكتشفني هديوكوتي مثل هديو رجل ده عبقاري أول ما شافني في التدريب على طول أبعين كابتن مار همام دايما نتكلمني أبقاري أثنين دول حاجة وبعد كده دول ريفي بس ما كملش وبعد كده كان فيه مدرب بيغوزلافي بس ما ما كملش برضه كم المكان كابتن أنور سلامة وبعد كده فيتس الألماني دول المدربين الأجانب اللي أنا عصرتهم في النادي الأهلي وبعد كله مصري كابتن جوري الكابتن أنور سلامة الكابتن إسماعين الكابتن سايس الله يرحمه دول كل الكوتشات اللي أنا تعاملت معهم في النادي الأهلي بتبقى بتبقى في نادي زي النادي الأهلي قطت اللبس مشكلة الموديل فني أجنبي في البداية واللعيبة بتقراز زي يعني أنتو كلعيبة مع بعض لما بيجي لكم مدير فني أو جهاز فني جديد أجنبي بتستكشفوه زي وبتتعاملوا معا زي لو أبصت الحال إحنا طول عمر لعبة النادي الأهلي يعني رجالة وعندهم عندهم إحنا كنا في القوضة دائما نقعد مع بعضينا وما بندش فرصة لأي صخرة خلا أني قوضة تلبس مما جدا في الحب وكنا دائما نروح نصلي الدور مثلا إحنا عندنا ماتش النهاردة نروح طبعا نكتمع على الغداء وبعدين نصلي الدور في المسجد ونقعد في المسجد بعد الصلاة إحنا نقعد وحدينا الكابات إن الكواربا يوجهونا كان عند الكابت الخطيب مثلا كابت مصطفى كابت مصطفى الناس الكبيرة يا جماعة إحنا ما عندناش يزار إحنا ما ماتش النهاردة إحنا بننعب على بطولة إحنا إحنا على طول فقط اللبس دائما خلي بالك نقعد الناس الكبيرة توعينا جماعة لازم نخاف على بعض نحب بعض خلي بالك أي حد يلعب مهمة جدا دي صفة مهمة جدا وموجودة ورئيسية كل الأجال بتنفذها خلي بالك ودي سر بطولات النادي الأهلي قضة اللبس مهمة جدا جدا فالحب والشعار اللعيبة دايما إن أي حد يبقى موجود كلنا هنلعب بأمر الله تعالى الكيان إحنا بنتشرف هو ده فطبعا كان فيه كابات الكبار كانوا بيساعدوننا كتير جدا ودي بقت موجودة طول اللي عمر في النادي الأهلي لكن أصلا لو لدي التعامل هنا مع جهاز فني أجنابي إنه ناس كتير بتسأل ونتم تعرف طبعا كولر يعني من ساعة ما جيت توجهت انتقادات لإدارة النادي الأهلي وتم التشكيك في قدرات الرجل نفسه يعني فكونوا ييجي في أول سيزن يقدر يحقق الأرقام دي وفي النهاية يعني خلينا نبقى متفققين هو موسم استثنائي بكل المقاييس صعب جدا جدا حد ييجي يستكشف فريق ويستكشف قرة أول مرة بيشتغل حتى معندوش خبرة يعني موسماني لما تقدر تيجي تقول جيل أهلي عمل ده موسماني أفريقيا مش غريبة عليه وخافز فراءها وخافز بطولاتها فممكن تكون الأمور منطقية لكن مع كل القصة كانت مختلفة طبعا هو الراجل طبعا في عندنا ميزة مهمة جدا خلي بالك الإدارة في ظهر المدير فاني مهم بتديله سقة قرعة خلاص أنا ارتبطت بالمدرب ده شكرا بالك الحاجة التانية اللعيبة برضو اللعيبة كان لها دور لأنه أنت برضو أصل اللاعب الجيد هو اللي بيصنع نتائج جيدة طبيعي جدا قدرات النادي الآلي ولعيب النادي الآلي طول عمره مؤدب ومحترم يعني اللاعب لاعب والمدرب مدرب دي مهمة جدا احنا بالنسبة للمدرب فدي حاجة معروفة في النادي الآلي بسيطة شخصيا كابتر ربيع ممكن تقتنع بمدير فني ممكن تحس أن المدير الفني ده مزبوط عنده اللي ممكن يضفه لك وممكن تحس العكس العكس مزبوط يعني هو النادي الآلي نادي الحمد لله كان موفى مع كلر وأنا قابلته في أول ماتش ولعبت ماتش ودي بكنت ماسك في رياسوان قلت له خلي بالك انت كل بطولة بتشترك فيها الجمهور هيطلبك أنك تاخدها قلت له اطمئن لأن انت في ظهرك جمهور كبير جدا في ظهرك إدارة كبيرة جدا في ظهرك في ظهرك لعيبة قدرات هتصنع معاك هتساعدك وهو الرجل كان نفسي بقى يابله بعد الخمس بطولات اشكسر الدنيا لا هو عمل موسم رائع وراجل هادي جدا عنده سببات فعلي رائع مهم جدا اللعبة بتحبه نجح بامتياز في تدوير اللعبة في عودة أكثر من اللعب لمستوها دي مهمة جدا اللعبة فنشت على أحسن ما يكون خاصة كان مع السيزن اللي فات هتكلم مع الموسم اللي فات طبعا وخاصة بعد ماتش سانداونز لعينا فرقة تانية لعينا لعبة تانية روح تانية الشغل تانية بفنيات بفضل الله الماتش ده فرقة معنا جامد جدا ادانا كل البطولات اللي مهمة هتجبني السانداونز اللي يمكن يكون منافس محتمل هو أكيد منافس محتمل سواء شارك في السوبر ليج أو الأفرو ليج أو حتى في شامبينز ليج هو واحد من أقوى علاقات ممتدة وفي نفس مستوى من الترابط ولا الدنيا باعت عشان الحياة يعني الشغل والحياة واللي فيه لكن عندنا فرس مفريش شمس حده ثلاثة وخميس بنجتمع فيه كل الأجيال بتيجي فيه نقعد مع بعضينا بنلعب فرس بنلعب كرة وننبعض مين اللي بيجي كابتن ربيع بيجي مختار طبعا بيجي محمد عامر بيجي محمد رمضان بيجي ياسر ريان بيجي محمد عامر بيجي خالد بيبو بيجي شم حنفي بيجي وليد صلاح الدين بيجي يا جيال كتير أو بيجي كتير جدا يعني أخذ بالك لا دا نحن نيجي نصور المقشب نيجي نصوره نبعد كاميرا نحن حياتنا في النادي الأهلي حياتنا ونحن نحب النادي الأهلي نحب الكانونة ونتشرف ونتمي لي وبنعود يعني أنا زي ما قلت بنعود أعداتنا كلها في النادي الأهلي وبنشجع النادي الأهلي وفي مدرجاتنا للنادي الأهلي فهو حياتنا بأمر الله ربنا ولكن في ناس مرتبطة كتير جدا فبنزور ونتزور ونجي ببعض ونشوف الحمد لله الحياة دا كميلة والترابط جميل جدا وناس أصيلة فعلا فيه أصالة غير عادية حتى اللي مش بيقبلوك في الملعب فيه تواصل بينك وبينهم طبعا فيه تواصل مع كابتن مجدي عبدالغاني ايوة طبعا فيه تواصل طبعا ما دارش هو قيموا الخميس اللي فات فوجينا عن شبير جاه موجود بره وقفنا اللعب يلا شبير اللعب هنا تلعب هنا نزل الأهلوية مثلا لما يعني بيحصل فيه يعني كلام على الأهلي من واحد من ولاده أو واحد كم من نجم بيأخذوا على خطرهم طبعا أكيد أنتوا كنتوا زملاء في ملعب طبعا انتوا استقبالكم للقصة بيبقى ازاي وهل بيبقى فيه بينكم وبين بعض كلام ولا المساحة دي مقفولة بالنسبة لكم نسي تقول كمان زكري نصف معنا عشان برضو طبعا لا طبعا كان ده محدش يا رب كان شوف كل حاجة ولاه ظروفها كل واحد ولاه ظروفه اللي بيحب النادي الأهلي موجود مش موجود لازم يبايا ابن النادي الأهلي فيه ناس خدت وفيه ناس ما خدتش وفيه ناس مش موجود خلاص هو حضرتك النهاردة انا مش عشان موجود لا النادي الأهلي ممنوع مدرسة النادي الأهلي مدرسة معروفة مدرسة العشق مدرسة الاحترام مدرسة الحب هو ده انا هشجع النادي بشجع النادي ولا يمكن اتعدى حدودي ده حقيقة طبعا بيبالينا تدخلات مع بعض وتلفونات وانفاحش احنا بضغر الكيان ده حقيقة فكلنا بنحب الكيان وكنا بنحترمه كنا نعوذين احسن كيان في العالم واذا كان النهاردة اي حد بيعبر بس خلي بالك بيخاف على الكيان وطبيعي جدا احنا بنتنخل في الوقت المناسب عشان يهمنا كلنا كل ولاد النادي ألي بيهمهم كيان والله العظيم صحيح طيب خليني ياخدك لمنافسة الاهلي انت يمكن كنت بتكلم على سان داونز من شوية على مستوى واحنا قريبين من السوبر ليج مش بعيد احنا نتكلم ايه في 3 اسابيع او اقل 3 اسابيع ويبدأ من شوية الاهلي في السوبر ليج شايف البطولة الاولى من نحة وشايف فرص الاهلي في المنافسة عليها ازاي لا فرص الاهلي رقم واحد الاهلي لوقت احنا الحمد الله من فضل اللي علينا مع توفية الله سبحانه ثم التخطيط والادريات والتنسيق والمصاريف الناس فاكر نادي الاهلي بياخد بطولات عشان النادي الاهلي بيخطط النادي الاهلي بينظم النادي الاهلي بيصرف مليارات عشان يسخاف على اسم الكيان النادي الاهلي بيجيب احسن القدرات عشان يحقق احسن النتائج النادي الاهلي بيصرف النادي الاهلي موفر كل كبيرة في صغيرة ده سر نجاح النادي الاهلي اتفاق محليا ما اعتقدش انه تحدي بالنسبة للاهلي يا كابتن ربيع وان كنت هجيلك في جزئية المحلية وأشوف ممكن شكل المنافسة يكون إزاي لكن الجمهور نادي الأهلي السندي عينوا على التفوق القري أكتر والتفوق العالمي كلنا بالرؤين عليها بشكل كبير مين اللي ممكن يكون بينفس الأهلي في أفريقيا سواء كنا نتكلم على بطولة دوري أبطال أو كنا نتكلم على البطولة الجديدة اللي هي الدوري الأفريقي شايف مين المنافسة بين الأهلي وبين مين السندي هو أنت شمال أفريقي لازم تحترمها لكن لازم تعرف حاجة أن شمال أفريقي يشوف الأهلي كله دي حقيقة قد بالك ولو تلاحظ بعد ما تشل ودات الأخير مش هنهتعدلنا هنا واحد واحد تقريبا كسبنا هنا اثنين واحد وراح نتعدلنا هناك واحد واحد بصوا هنكسب لأن أنا عارف الفرقة دي بتعمل مليون حساب للنادي الأهلي الأهلي بيرجح في أي وقت فالقصوده الأهلي كبير وعد حاجات كثيرة جدا ودولة نحن بنتظر العالمية يا حقيقة بصراحة أنا طموحي خلاص طموحي بقى جميل لأن أنا أملك كل حاجة كل حاجة عندي كويسة فده يخليك أسوة زحمة تطمئن إن إحنا وصلنا العالمية إحنا دلوقتي إلي ناقصنا تخطيط موجود إداريات موجود حب موجود كل حاجة كويسة بمدير فني موجود لعيبة قدرات النهاردة بفضل الله 3-4 منتقب من لعيب النادي الأهلي فالقصوده كل حاجة موجود فده الطموح أكيد فيه منافسات هتلاقي في المغرب في فرقة في المغرب في فرقة في تونس سانتاوسة في أفريقيا في فرقة كتيرة جدا لكن معلش الأهلي من وجهة نظري أنا بفضل الله تعالى من وجهة نظري بفضل الله سبحانه وتوفيه بالنسبة لي أنا رقم واحد وبعده بقى حط الودات وحط ساندون وحط الترجي وحط الرجاء حط 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 لكن أهلي بالنسبة لي كل حاجة يا سيد زحمة تطمئن بفضل الله تعالى كويسة للاهلي بيكتسب ليه الأهلي بيرجع بسرعة ليه الأهلي يمرض ولا يموت الأهلي كبير فأنا طموح كبير وفعلا الطموح ده في محله والسنادي بإذن الله تعالى وعلى مسؤوليتها الحق النتائج كويسة في كاس العالم بالأنداء بإذن الله وبالنسبة للبطولات البطولات النادي الأهلي بفضل الله من وجهة نظري إلا لو يتعدم توفيه رقم واحد النادي الأهلي وأكيد أن فرقة في فرقة كويسة جدا وفرقة جايدة بس الأهلي دايما خلي بالك النادي الأهلي تموحه كبير الأهلي تخطيطه ونظامه وقدراته والروح اللي عنده ما بتلقاش في حد الروح بترجع في ثانية حقق بيها بطولة هل الأهلي من وجهة نظرك يقدر يحقق ميدالية جديدة أو مركز جديد في بدون كاس العالم طبعا إن شاء الله هو ده اللي بننتظر وده اللي عاوزينه بصراحة إحنا عاوزين بقى كاس العالم للأندية يعني النادي الأهلي بفضل الله تعالى قطع شهود كبير جدا عشان يوصل للعالمية هو قرب من العالمية قول لي إيه اللي نقصه يا أستاذ أحمد قدرات شغل ببداع بطولات كل حاجة خذ بالك نحن نخلي بالك النادي الأهلي فيه كام لعيب من النادي الأهلي المنتخب من النادي الأهلي طبعا إحنا مرة كنا باللعب السودان هنا في مصر في بطولة أمم في تصفيات أمم أفريقيا كانت في ساحل 9 عا من ال 11 من النادي الأهلي فكتول أمم النادي الأهلي نادي الوطنية بيخدم منتخب مصر بيخدم المنتخبات الشباب بيخدم اخذ بالك فعلا نادي الوطنية نادي الأهلي فعلا وموجود في أي وقت في أي وقت فألiesz صدو العالمية هتيجي بس ما هي مش جاي بأي حاجة لأ جاي بنظام جايب شغل جايب تعب جايب جهد جايب تخطيط جايب نظام جايب قدرات فنية نحن لدينا قدرات فنية على مستوى عالي. دي حقيقة. دعني أسألك بمناسبة القدرات الفنية. إيه الإضافة التي عملتها صفاقات الأهل الجديدة. موديس ممكن لا يظهر مرة واحدة في مصر المصري. وحتى ريدا سليم برضو. وهو ريدا غابة عن مواجهة دوري الأبطال. بسرب الصواب بتاعته. فشايف إزاي الإضافة الفنية في المساحة التي ظهروا فيها. الفنية بشديد الوقت. إمام أو ريدا أو موديس. أنت بتجيب لعيب جديد. ما بتكتشفش اللعيب. فأقول مبارا وتاني مبارا. أنت تستكشفه في فرديات ومهرته. تقول عليها لعيب كواسة. شفت موديس حتى في التمرين؟ لا أنا ما شفتهوش. ما شفتهوش. فواضح أنه لسه. ففي لعب يأخذ وقت شوية. لكن اسم كبير. انت جايب اسم كبير. اسم كبير جدا. ما فوش كلام. وأخد بالك. اللي أصده. انت بتستكشف. هو أمام عشور. كبير. لا لعيب كبير. بس لسه هيجي. هيجي منه. دولاتي ماتشين وثلاثة. احنا ولعب عشرين وثلاثين ماتش. لسه. اخد بالك. ريدا سليم. لا لعيب عالي جدا. واضح. لعيب بيبان. شخصيته بتبان. مهرته بتبان. وقفيته على الكرة بتبان. تمريره بيبان. تحركه بيبان. كبير. جاي القادم. هتشوف ريدا سليم ده في الماتشات الجاية. بأمر الله تعالى إن شاء الله. كله هيجي. وعلى أسابته. حتى لو جيب ربع بخمسة وعشرين في المية. لأهلي بفضل الله تعالى. بيعمل إضافات كتيرة جدا. إضافات كتيرة جدا. نادي الأهلي. فإن شاء الله. التالتة دولة هيبونك حين. وإن شاء الله. وهيفيروا جامد جدا مع زمائلهم. اللي موجودين. من السادة اللي فاتت. وهيتقلقوا. وهيبدعوا. وهيوفرنا نهارده. وهيكسبونا بطولات كتيرة إن شاء الله. إحنا في انتظارها. إن شاء الله. بالرهن عليها. ومحليا إن كابتل ربيع مع انطلاقة الدورة. شايف المنافسة هتكون مع مين السنة دي؟ المنافسة هتبقى مع بيرامدس. مع بيرامدس. شايف الزمالك بعيد؟ الزمالك عنده ظروف. خلينا واقعين. الزمالك عنده جمهور رائع. بصراحة. زي جمهور الأهلي. أنا وجهة نظري. أنا أخذ بالك. فإذا مالك عنده ظروف صعبة جدا. أتمنى له طبع التوفير. نظم ماتش أفرقية بإذن الله. طبعا. لكن عنده ظروف. أنا من وجهة نظري الأهلي. بفضل الله تعالى. بفضل الله تعالى. ثم بعد كده بيرامدس. بس. مش شايف حد تاني قريب من الصورة. هو كله يعني أول مباراة تاني مباراة. هتلاقي الدنيا. في فرقة لفتت نظرك نقدر نرع عليها من. يعني من الأسابيع الأولى. كابتر ربيعي ران. عليها تبقى حصان أسود. الحصان أسود ماشي. يبقى فكتر بفرقة. في فوتشان حصان أسود. بس لأنه لسه ثلاث ماتشات ما يقولوش. أو ماتشين أسبوعين. أسبوعين. ما يقولوش. أخذ بالك أنت عندك السنة اللي فاتت. في عشر فرقة. بينافسه. هيهبطه. على نقطة أو نقطة أين. فالأسوده بعد. ادهار. فقالت إن أسوان تجربته مكلمة لك. فقالت عشان الصعيد طبعا. أنا صعيدي وأنا اشتغلت. فعملنا مجهود كبير جدا. أنه كابتن هيسم عرابي يعني. وتعبنا جدا. فقالت فرقة. عملنا فرقة رائعة. ناس رهنت عليها. فرقة قدمت مبارات كويسة. وللأسف عشر دايق هبطوا يعني. يا رات ربنا إن شاء الله يشتغل بموجودين. وبالتوفيه إن شاء الله يا تعالى. إن شاء الله. التجارب النادي النوادي الشعبية كابتن ربيع. لماذا تكتبلك؟ مؤلمة. مؤلمة؟ طبعا. أنت بتعرفش إن كنت تشتغل هناك مش مدر. يعني إحنا حسنا مثلا في تجربتك مع أسوان إنه. في إرادة حقيقية لدعم الفريق. في شكل حصل لأسوان ما شفناهش من سنين طويلة جدا. فكان في رهان على إن التجربة تنجح. علا وعسى نشوف بقى المنصورة. تتعرفش المجهود يا سيد أحمد. لأنني عملته أنا وصلت زي السمرة. كابتها السمرة. مجهود أنا مكنش مدرب بس. أنا كنت بروح للمحافظ عشان الإمكانيات. أنا كنت بروح لجاري الأعمال عشان عملنا معسكرات. وأروح أخذ بالك. ليه ليه. مفيش. يعني هيا قصة. قصة إمكانيات. طبعا إمكانيات. إمكانيات جدا صعبة جدا. أنا بنعتمد النهاردة كنت بأعتمد على. لجاري الأعمال في المعسكرات. على المحافظ. وإنه مثلا مرة راح تقول له. إدانا مليون جنيه لكل الفرة. يعني. فلقصوده. في فرة تانية متوفرة عندها الملايين. كرة القدم مش كده خالص. بحياتك دلوقتي كرة القدم صناعة. وإمكانيات السمرة موجودة. تبقى لك وتجيب لعيبة وتصرف ومعسكرات. وفلوس ومؤدمات للعيبة ومؤخرات. حاجات كثيرة جدا. فحاولنا واكتهدنا واشتغلنا. وفعلنا كعندنا فراء. لكن إرادة ربنا. في حال ممكن يكون كابتر ربيع شايفه في قصة عودة الأندية الشعبية. هل نتكلم نهاردة على 18 نادي في الدوري. أقل من نصهم. هي بس الأندية اللي عندها الجماهيرة أو أندية لها تاريخ أو أندية شعبية. والباية كله أندية حديثة أو مستحدثة أو تجارب استثمارية أو هيئات أو أو أي لآخر. ما هي الأندية الحديثة يعني. أنا خاف أنه بعد كده الدوري يصفصف على أهلي وسمالك. ما ممكن يلعبه في المحافظات. يعني كل فرقة تأخذ محافظة وتلعب. وتلاقي الجمهور ولا أندية الشعب. والجمهور يرجع. يعني أنت هو بتمثل محافظة مثلا. أنا مثلا. مثلا. فارقه مثلا. مثلا. قويس. هروح مثلا على العب المنصورة مثلا. أخذ بالك. أخذ بالك. هروح على العب مسعب في اسكندرية. خلاص. أخذ بالحياتك. فهو كذا كل. لحد تقصب. قصب الطريقة دي الصراح. مش هترجع عنده الشعبية. ترجع فين. أقول لا ترجع فين. فين الإمكانات التي ترجحها. فين الفلوس. فين القدرات. فين المصاريف. فين. 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 أحضر على المصاريف. فين الفلوس. شركات النادية. أنا أنت لديك المعسكر. بياتة. تكلف بثين وخمسين وثمائة ألف جنيه. وخمسمائة ألف جنيه. بياتة. بياتة. فقط عشان مباراة. معسكر واحد. ما بلك يبدو أن هناك. كام مباراة في الموسي. كام سفرية في الموسي. كام مقدمات. عاوز فلوس للأرض. عشان اللعبة تبقى موجودة. أو كذا. فأنا ممكن. عشان نحي الأندية الشعبية أو الأسماء أو الجمهور تليه مالي المدرجات يبقى نلعب باسم الناس دي على ملعبها ونمنى المدرجات ونفس المكموم يعني بنفس أسماء اللي موجودة بس تروح تلعب على ملعب الأندية الشعبية بتحيب تحية الدنيا شوية وحالة الكرة شوية ومالية المدرجات وبقى فيه منافسات وفيه شغل شوية فيه إبداع وفيه إبهار ده وجهة نظرنا وانت معنا وانت كنت برضو لك تجارب مع منتخب مصر الشباب يهمين ياخد رأيك في تحديات أو في تلت تحديات عند المنتخبات المصرية عندنا أمم أفريقيا في بداية السنة في شهر يناير اللي جاي عندنا طبعا مشوار تصفيات كاسعام هيبدأ شهر نوفمبر على طول وعندنا أولمبياد باريس شايف فرص المنتخب المصري شايف فترة أو مرحلة ري فيتوريا إزاي الأول وشايف تقييمك لشغل الرجل مع منتخب مصر الأول إزاي هو مدرج طبعا معزوز إحنا كاسعالم بمشي سالة نوص كاسعالم يعني الأمور تسهلت دلوقتي احنا كل سنة بنقول كده لا 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 يا حبيبي في حاجة انت الوقت اتحاد الدولي يعمل حاجة جميلة جدا الأسماء الكبيرة والدول الكبيرة حطت على رأس مجموعة خلاص احنا لها قابل تونس ولا قابل المغرب ولا قابل سرغان ولا قابل لحي حاجة خلاص احنا معنا مجموعة هنقدر نكسبها كاسحة بأمر الله تعالى فدي بأمر الله تعالى دي حقيقة ما هو احنا السنة اللي فاتت اللي خرجنا في كاسعالم السنغال خطبالك السنغال فيها محترفين وفي اسمها اسمت إيد خرجونا من أمم أفريقيا وخاررون كاسعالم فلقصودوا كل التسعة دول لا لايبيريا قابل كده خرجتنا برضو مين لايبيريا لا في تصفيات في تصفيات واحنا برضو على السواء لايبيريا برضو كان نخسرنا وكنا بس عدم التفلاق انكسبنا وقدرنا نوصل فلقصودوا ان على رأس مجموعة كل فريق كبير واسم كبير فالناس التسعة هيوصلوا فمصر بأمر الله تعالى ان شاء الله المهم من انحنا نحقق في كاسعالم نتائج الحاجة التانية المنافسة الحقيقية لفيتوريا هو الجيل ده هو اللي هيمثلنا في كاسعالم ولا شايف انه على فيتوريا نوران على تكوين جيل جديد لكاسعالم 26 وهو دمع ده ما انت عنك الخبرات مع الشباب فحش حاجة لوحدة لا الشباب بس لوحده ولا الخبرات خبرات مهمة جدا مثلا محمد صلاع بعمره عنده ما عندوش يبقى موجود هيصنع الفريق ويبقى موجود ويعمل اضافة للشباب الصغرين هتجيب عنصر الشباب هواية تمشي المرك قد ده لك يبقى ده مع ده فيش كاسعالم بيحتاج طبعا الخبرات واخد بالك مع الشباب كاسعالم الأفريقية بساحة العاج ده بقى تحدي قوي تحدي قوي هو ده التحدي الفعلي التصفيات مش تحديات محترم احنا مصر احنا اكتر بلد واخدين كاسع أمم أفريقية سوز أحمد أمم أفريقية احنا اكتر بلد واخد بالك وعندنا الاهل فيها وعندنا الزمالك لما يرجع وعندنا 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 الموايب وعندنا القدرات فده بالنسبة لأمم أفريقية التحدي انت بسدى ان المنتخب مصر مع بيتوريا رايح ينفس على اللقب دوفار والسنغال والجزائر مصر احنا اكتر بلد واخدين اه لكن احنا اعرف ان التحدي بقى متاع هو احنا كنا راحين مع كيروش برضو بدول دور افريقيا بس ما كناش مصدقين ومنتخب ممكن يوصل المبارنة اي انا من وجهة نظري كيروش نجح بامتياز مع المنتخب مصر وصلك لنهاية فيش توفي ضربات جزاء ما حصلش وراجل عمل فره وعمل وجود جديدة وعمل وعمل منتخبين وكان عدم التوفيف في ضربات الجزاء ضربات الجزاء انه عمر صراح مضيع وعمر زيزو مضيع اخذ بالك عدم لكن الراجل بصراح وشخصيته كانت بينا في المنتخب اصلا مدرب شخصية شخصية المدرب في مهارته وشغله وفكره وفنياته يعني كيروش افضل من فيتوريا من وجهة نظرك لا هو انا المقارنة لا تجوز لا انا مش عاوز يعني اشعاي استقار نتايا كويسة وعمل صناعة فيه مدرب يعرف يصنع تيم وفيه مدرب ما يعرفش يصنع تيم تجيس لقبالك دي مهمة جدا فصنع تيم كيروش عمل تيم وعمل نتائج وعدم التوفيق اللي ما خلوش ياخد كسر افريقيا وكسر على المعامين مع السنغال مع النجوم مع القدرات فالراجل عمل وعمل تيم وجاب وجود جديد وصنع وجود جديد وما خافش وجريج جدا وشخصية وكان عجبني إنما فيتوريا بأمر لها مدرك يبين ان شاء الله حقه وحنا في ظهره وهيحقه وبإذن الله تعالى ياخد أمه ويفسل كاس عالم وحنا في ظهره ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله مع فكرة المقارنة بين الأجيالة كابت الربيع ولا لا لا ما بتحبش ما فيها ظلم ما فيها ظلم النهاردة حضرتك ما ينفعش كل جيل بيجي بنجومه كل جيل بيجي بقدراته كل جيل بيجي بقى انتع ممكن تلاقي عشرين نجم في الجيل ده ما هو بين والجيل اللي بعد تلاقي عشر وممكن فكل دي بقى حاجات ربنا ثم بقى يعني دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعال زائد بقى الشغل والتأسيس والتمرين والموايب والكرة والزمان والتأسيس وطلع ازاي لكن ما قدرش اقول النهاردة الجيل ده هو أحسن جيف لا كل جيل انا من وجهة نظري النادي الاهل من 1923 كل جيل جيب في النادي الاهلي صنع كل جيل تعب كل جيل اجتهد كل جيل حافظ كل جيل كسب بطولات كل جيل عمل النادي الاهل ده من وجهة نظري انا الجيل اللي موجود دلوقتي مظلوم جماهيريا الجيل دلوقتي جيل ده الجيل ده عمل بطولات حدش عملها هو جيل طبعا كبير جدا بس تتحرم الجمهور انتوا لعبتوا. وفيش كلام. مفيش مطش يعني ما لعبتوش كامل العدد. احنا دينا 80-90 ألف عائل المطش اللي ما كانش بيه 60-70 ألف. لا احنا تعودنا عن جمهور. من غير جمهور ما كناش نعرف نقل صبيب. شايف انه غياب الجمهور على المدرجات أثر على سيبك من الحضوره و سيبك من العائد العائد المادية والمالية لفكرة الحضور ده. لكن انا بكلم كورة. طبعا. عدم الحضور الجماهيري في المدرجات أثر على كورة الجيل ده. طبعا. ده احنا في الماتشات الأفريقية والدولية. بس لما نوع في السلام الجمهوري والجمهوري. كانت عينينا بتدمع. الجمهور ده مهم جدا. الجمهور خليك تطلع لعندك. الجمهور بديك ثقة. الجمهور خلي بالك كوننا بنحتاجه في ماتشات. مهمة جدا. جمهور ده. خد بالك كان بيباركة مواحد عندنا. بننزل بس مدرجة ان احنا حط رجناه في الملعب. والإحماء. صوت الجمهور ده. كان بيخلينا وقفين. بفضل الله تعالى. دي حقيقة. وخاصة الجمهور ده جمهورك عظيم. وجمهور كبير. وانت خلي بالك النادي كان بيكسب في السنة الاخيرة. بفضل الله. ثم إضافة الجمهور. فالنادي الجمهور بيفرق طبعا على مستوى منتخب مصر والنادي. مباراة امبي في دقيقة عشان وقتي. شايفها ازاي قبل نهاية كاس مصر والدوافع اللي موجودة. اعتقد ممكن تكون كمان مشروعة بالنسبة الامبي. لأن واحدة من دوافع مش بس وصول المباراة نهاية. لكن كمان التأهل المشاركة في كاس السوبر. أو بطولة السوبر في شكلها الجديد. ان شاء الله الموفى. يعني أنا ما عنديش خوف إلا لعدم التوفيق. عندي قدرات. عندي جهاز فني. عندي إدارة. عندي جمهور. كل حاجة في فضل الله ذلك كويسة. ان شاء الله لها ليكسب وحالة نهاية كويسة. ويوصل بأمرين مباراة نهاية بإذن الله. صحيح. يعني ممكن. وإحنا كنا نتكلمه كابتن ربيع. بيتمنى التوفيق للزمالك. يمكن الزملاء بيبلغوني أن الزمالك استقبل هدف أول في المباراة. وده عقد الحسابات بشكل كبير. لأنه ما زالت قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين. فبالتالي الزمالك محتاج أربع هدف. أنا شخصيا أتمنى التوفيق للزمالك. وأتمنى التوفيق لكل الفرقة المصرية في كل البطولات الأفريقية. استمتعنا بوجودك كابتن ربيع. ونتمنى اللقاء يتكرر قريبا مش بعيد. شكرا جزيلا على وجودك معنا. وشكرا لحضراتكم على المتابعة. بكرة حلقة جديدة من السادسة. تحياتي لكم.